أفلحت مصالح الأمن المتخصصة في مكفحة الإرهاب بولاية إليزي في القبض على ليبيين اثنين بحوزتهما أربعة أطنان من المتفجرات وقنابل يدوية مضادة للأشخاص وجاهزة للاستعمال بعد تسلولهما على متن مركبة ربعية الدفع عبر منفذ حدودية وحسب مصدر مطلع فإن الموقوفان كان في طريقهما للالتحاق بمعقل الإرهاب في ولاية ورغلا وتحيط مصالح الأمن المختصة هذه العملية الأمنية بتكتم شديد بالنظر لسير التحقيقات بغية التوصل لكشف المخطط الذي كان يعمل لأجله هذين العنصرين وأفادت مصادر أمنية أن أجهزة الأمن الجزائرية تحقق مع متهمين جزائريين بتهمة تسهيل دخول هؤلاء الليبيين إلى التراب الوطنية خاصة بعد ضبط مصالح الأمن المكلفة بمكافحة الإرهاب منذ مدة شخصا بحوزته وثائق ورسائل تخص رعايا الليبيين يرغبون في الوصول إلى معاقل تنظيم القاعدة المغربية في الساحل وكانت مصالح الأمن قد اشتبهت منذ أكثر من شهرين في وجود شبكات تهرب الليبيين إلى الصحراء الجزائرية بعد رصد اتصالات هاتفية بين مقيمين في ولاية جنوبية ومدن ليبية ويتواصل التحري حول وجود شبكات أخرى في أقصى الجنوب الشرقية وذكرت مصادر أمنية عليمة أن قوات الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني وحرص الحدود قد عززت تواجدها في اليومين الأخيرين بمختلف المناطق المحيطة والقريبة من الحدود مع ليبيا بغرض منع أي تسلل إلى التراب الوطنية